السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم مع حلقة جديدة نبين فيها خطأا شنيعا يقع فيه كثير من المسلمين كبارا وصغارا وهو خطأ يتعلق بعقيدة المسلم وإيمانه بالله سبحانه وتعالى كثير من الآباء والأمهات بيعلموا أبنائهم وبناتهم لما تدخل عندهم سنة يقولوا السنة لما الشمس تطلع ولملها السنة وقول لها يا شمس يا شموسة خدي سنة الجموسة أو سنة الننوسة والدين سنة العروسة الحكاية دي فيها خطأ شنيع يتعلق بإيمانك كمسلم وإيمانك يا أختي الكريمة كمسلمة عارفين هذه العادة القبيحة من أين أتت؟ أتت هذه العادة القبيحة من عند الوثنيين عباد الشمس والجاهليين أمام حضرتكم كتاب تاريخ الجزائر في القديم والحديث تأليف مبارك ابن محمد الميلي الجزائري رحمه الله يقول أما الديانة التي عرفها الأثريون لقدماء الجزائر فهي عبادة الشمس والقمر وهما من معبودات المصريين يقول وقد وقع شعبنا فيما يقرب من هذه الوثنية والتاريخ يعيد نفسه خلي بالك بقى فمن آثار عبادتهم للشمس أن الولد عندما يثغر يعني تطلع سنانه وتسقط سنه يرمي بها إلى الشمس ويقول لها في بعض الجهات الشمالية أعطيتكي فضة أعطيني ذهب وفي بعض الجهات الجنوبية أعطيتكي سن حمار أعطيني سن غزال وإحنا بقى بنقول يا شمس يا شموسة خدي سنة الجموسة وديني سنة العروسة طب وهي الشمس بتاخد سنة الجموسة اللي حضرتك كنت بترميها وانت صغير طبعا لا طيب هل الشمس بتدي لك بدلها سنة عروسة طبعا لا شوف يا أخي الاستهبال بتاعنا يعني إحنا شايفين السنة لما بنرميها بتوعى في الأرض صح ومع ذلك بنكذب على نفسنا وبنقول للشمس خديها حتى الشمس لم تسلم من جهل البشر يعني إحنا بنكذب الكذبة وبنسدها ثم نتعامل معها وكأنها حقيقة طيب أمال من الذي أعطاك هذه السنة الأولى التي خلعتها ومن الذي يعطيك السنة الجديدة أليس هو الله سبحانه وتعالى طيب عايزين بأن نبطل هذه العادة القبيحة لأنها من عادات الوثنيين ونحن مسلمون وقد جاء دين الإسلام العظيم للقضاء على الوثنية والجاهلية أمام حضرتكم كتاب أخبار القضاء لواكيع الضبي البغدادي يقول عن ابن شبرومة قال سألنا الشعبي عن هذا البيت بدلته الشمس من منبته بردا أبيض مسقول الأشري طبعا مكتوبة أمام حضرتكم بالسين وهذا تصحيف والصحيح الأشر بالشين وهي الحدة والرقة في أطراف الأسنان وهذا البيت موجود في ديوان طرفه ابن العبد الشاعر الجاهلي المشهور قال فلم يدر ما رد وما رد عليه فقال كان الصبي في الجاهلية خلي بالكم يا جماعة الكلام دا من أمور الجاهلية كان الصبي في الجاهلية إذا أثغر يعني طلع له سن أقبل بسنه على الشمس فحذفها يعني يرميها ثم يقول أبدليني خيرا منه إذن هذه العادة عادة وثنية جاهلية فلازم نبطل نربع عيالنا على هذه الوثنية وهذه الجاهلية ونربيهم شوية بقى على الإسلام وعاقدة الإسلام الصافية النقية حتى نربي أجيالا كجيل الصحابة رضي الله عنهم طبعا هتلاقي ناس تطلع تقولك يا أخي بطلوا بقى تشدد والكلام دا معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيحارب الوثنية وكان بيحارب الجاهلية كان متشددا لذلك نحن لا نعبأ أبدا بأقوال هؤلاء ويجب علينا أن نربي أولادنا كما أمرنا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وإنت أصلا يا أخي إنت كأب وإنت يا أختي المسلمة كأم يجب عليكم تعليم أولادكم العقيدة الصحيحة الصافية وتعلموهم أن الذي يعطي ويمنع هو الله سبحانه وتعالى مش تعلموهم عادات جاهلية وثنية مخالفة للقرآن الكريم ومخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة كذلك إنت لو شفت أي طفل بيعمل الحركة دي أو شفت أي شخص بيعلمها لأي طفل ولا حاجة لازم تنبهه وتقول له هذا خطأ ولا يجوز أن تربي الولد على هذه الوثنية والجاهلية لازم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر كما قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله طيب لماذا هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس الجواب مذكور في نفس الآية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فيجب علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله إيمانا صحيحا كما أراد ربنا سبحانه وتعالى وأيضا قال نبينا عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فحضرتك لما تشوف حد بيعمل كده لازم تقوله كده غلط وتعلمه الصح بالحسنة والموعظة الحسنة أرجو من حضرتكم نشر هذا الفيديو لتوعية المسلمين كبارا وصغارا ليكفوا عن هذه العادة القبيحة المخالفة للقرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته